ترجمة نانسي قنقر وحساب كمياته وتأثيره في العمل المناخي حيث أكدت سعادة الشيخة مرام بن عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية على أن هذه الدراسة تأتي لموصلة جهود الحملة الوطنية للتشجير في تعزيز الشراكة المجتمعية وتشجيع البحوث العلمية الهادفة ودعم جهود الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن يوسف إسماعيل القائم بأعمال رئيس جامعة الخليج العربي أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز وتوثيق التعاون بين كليات الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وذلك من خلال تفعيل إجراء الدراسات والبحث التطبيقية للمساهمة في الجهود الوطنية في مملكة البحرية للمحافظات على البيئة ترجمة نانسي قنقر